بعد تسعة أشهر من بداية استقبال السودان للاجئين الأثيوبيين الفارين من جحيم الصراع في غريب التجري قربي إثيوبيا والذين تجاوزت أعدادهم السبعين ألفا موزعين بين مراكز الاستقبال والإيواء ههير منظمات الأممية تتضامن مع الجهد الحكومي في محور الحماية فنشاط عصابات الإذجار بالبشر يمثل مهددا حقيقيا لما يتطلب دعم جهود الشرطة تم تسليم عدد خمسة موتر للعملين بالشرطة بمعسكر المراكوبة دعم من منظمة اليون دي بي وفي البداية نشكر منظمة اليون دي بي بالإنداد الجهات الأمنية بالتسليل عمل الجهات الأمنية في الحفاظ على الأمن وسلامة اللاجئين في داخل المعسكر وأيضا شكر جزيل لشرطة ولاية الجبار عدد من المتحركات قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما لمجهودات الشرطة في حماية المعسكرات وتأمين وضبط حركة اللاجئين وحمايتهما فالمنطقة في السادق والآن تشهد نشاطا كبيرا لعصابات التهريب والإذجار بالبشر تقدمت عشان تسهيل عمل الجهات النظامية اللي هم الشرطة السودانية عشان يقدروا يساعدوا في أنه يوفروا حماية للاجئين ويقدروا ينظم المعسكرين ويكون أعمل بالنسبة للاجئين بحيث أنه يكون في جرائم تديار ببشر وديار تهريب بشر قوات الشرطة بولاية الجبارف المستضيفة للعدل أكبر من اللاجئين في معسكرية طينية بوراكوبة ومعسكرات الاستقبال قابلة الخطوة بالترحاب كونها تمثل ساعدا وعرضا لمجهوداتها ما تمثله هذه الخطوة بحسب المراقبين تعتبر داعما لمجهودات السلطات السودانية في محور الحماية سيما وأن تداعيات الصراع في أثيوبيا تجاوز تقليم التقرائية مما يلقي بعيد إضافي على البلد المستضيف